زوجان لهما ثلاثة أبناء أكبرهم في الثانية عشرة من عمره وأصارهم عمره ست سنوات كانت الزوجة تقوم برعايتهم قبل أن تستلم وظيفتها منذ عام رغم أنها لم تكن بحاجة مادية لها وكان حمزة يواضب على الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر التي تعلق قلبه بها وكثيرا ما كانت أمه تمنعه من صلاتها خوفا عليه من الظلام وكثيرا ما كان يخرج لصلاتها ويعود دون أن يشعر به أحد وأثناء العطلة الصيفية كانت الأم تذهب لعملها في الصباح أولا ثم يذهب الأب إلى عمله بعد أن يحكم إغلاق النوافذ كلها من الداخل ثم يغلق باب شقته وأولاده بداخلها وكانت الأم تنزعج إذا تحدث إليها أحد الأقارب أو الأصدقاء حول موضوع ترك الأطفال لوحدهم أو إذا نصحها أحدهم بأن أسلوب تركهم في البيت لوحدهم وغلق الباب فيه خطورة شديدة على الأطفال فهي مقتنعة تماما أن خروجهم من الشقة هو الخطر بعينه أما جلوسهم في الشقة وفي الطابق الأول وقد أحكمت إغلاق الأبواب والنوافذ وهيأت لهم الطعام والشراب ووسائل التسلية لهو في نظرها قمة الأمان فقد آن الأوان لها أن تنظر لنفسها وأن تحقق أهدافها الشخصية بالالتحاق بوظيفتها والتغير صفة ربة المنزل التي لا تصلح في نظرها إلا للأميات وفي أحد الليالي قرر حمزة أن يصلي الفجر في المسجد وعندما هم بالخروج وجد الباب مغلقا من مفتاح فأخرج نسخة من حقيبة أمه ثم ذهب وصل الفجر وعندما عاد نسي أن يضع المفتاح في حقيبة أمه فنام والمفتاح داخل جيبه وفي الصباح وكالعادة خرجت الأم للذهاب لعملها أولا ثم خرج الأب بعد أن أغلق النوافذ من الداخل وباب الشقة من الخارج وعند الساعة العاشرة شعر الأب بقلق كبير فاتصل بأولاده ولكن لا مجيب فامتركه خوف عظيم ثم اتصل بأمهم في العمل فقيل له أنها في اجتماع هام مع المدير وبقية الموظفين فأعاد الاتصال بأولاده ولكن لم يرد أحد فاضطر للاستئذان من عمله وانطلق بسيارته مسرعا إلى بيته وعند وصوله شاهد ألسنة النيران التي بدأت شرارتها من مكيف الصالة ثم انتشرت سريعا في أنحاء الشقة فأخذ الأب يصرخ ويدق على الباب بشكل هستيري محاولا فتحه ولكن الجيران أبعدوه حتى لا تلتهمه النار جلس الأب يبكي بعدما تأكد أن أبناءه الثلاثة قد ماتوا جميعا وذلك بسبب خطأهم بإغلاقهم كل النوافذ من الداخل والباب الخارجي عليهم وفي هذه الأثناء جاءت الأم وشاهدت المنظر فأغمي عليها وسقطت على الأرض بجانب زوجها ثم جاء رجال الإطفاء والإنقاذ متأخرين بعد أن أكلت النيران الأخضر واليابس في هذه الشقة وبعد قليل أفاقت الأم وأفاق الأب وواصل البكاء ثم فجأ الجميع بحمزة وإخوته يأتون من بعيد فكبر الحاضرون غير مصدقين وأسرع الوالدان إليهم وهما في ذهول تام ثم قال حمزة لأمه آسف يا أمي لقد أخذت مفتاح الشقة من حقيبتك وخرجت وصليت الفجر ونسيت أن أعيده إليك وعندما اشتعل المكيف أخذت أخوي وفتحت الباب وخرجت بهما وأغلقت الباب خلفي ثم ذهبنا إلى المسجد نقرأ القرآن وندعو الله أن يؤجرنا في مصيبتنا ومن التعب نمنا بعض الوقت حتى صلاة الظهر وبعد أن صلينا عدنا إلى هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اعتذرت الأم لأبنائها وندمت على سوء تفكيرها بحبس أبنائها والذهاب لعمل لا تحتاج لراتبه وقررت البقاء مع أبنائها دائما وأن تشجعهم على الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر التي حفظ الله بها أبنائها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور هذه قصة حقيقية حدثت بالفعل ويرويها رجل يمني مقيم بالسعودية فيقول أخذني كفيري الذي أعمل عنده في سيارته لتوزيع زكاة ماله فذهبنا بمحاداة طريق الساحل البحري حيث تنتشر القرى الفقيرة وكانت الأموال موزعة في ظروف كل ظرف فيه خمسة آلاف ريال وعندما خرجنا من إحدى القرى إلى طريق جد جزان وإذا نحن برجل عجوز وعمره سبعين سنة أو أكثر لكن منظره يوحي بصحة قوية وكان يمشي على الخط العام فقال صديق الذي أعمل معه ماذا يفعل هذا العجوز في هذه الصحراء الحارة وحده فرد سائق سيارتنا بسخرية أكيد هو يمني ودخل من دون تأشيرة وقفنا بجانب الرجل وسلمنا عليه وسألناه من أين يا شيخ وأين تذهب؟ قال من اليمن ومشتاق إلى بيت الله الحرام قلنا له هل دخلت البلاد بطريقة شرعية؟ قال لا والله دخلت من غير أوراق عن طريق التهريب حيث أني لو أردت الدخول بطريقة شرعية فلابد أن أدفع مبلغ ألفين ريال تأميناً وأنا لا أملك إلا مئتي ريال ركبت بمئة ريال ومتبقي معي مئة أخرى قال له صديقي كم أمضيت من الوقت وأنت تمشي على قدميك في هذه الصحراء الحارقة وفي شهر رمضان وهل أنت مفطر؟ قال الرجل أمشي منذ ستة أيام وأنا صائم والحمد لله قال له صديقي أنت الآن تجاوزت أكثر من خمس نقاط تفتيش أمنية فكيف تجاوزتها؟ قال الرجل والله الذي لا إله إلا هو إني أمر من أمامهم وأحياناً من بينهم ولم يكلمني أحد منهم ثم سألته أنا هل تحملت كل هذه المعاناة للحصول على عمل في السعودية؟ قال لا والله أنا فقط مشتاق إلى بيت الله الحرام أريد العمرة في رمضان هنا سأله صديقي الدوريات الكثيرة لم يقبض عليك وأنت تسير قال قبل نصف ساعة من الآن قبضت علي إحدى الدوريات قبل مسافة خمسين كيلومتر ثم سلمتني لمركز الشرطة على بعد كيلومتر واحد من هنا وسألوني إلى أين أنت ذاهب فحلفت لهم بالله أني أريد بيت الله الحرام فأطلقوا سراحي قلت في نفسي سبحان الله ربي هيأ لك رجال الأمن فنقلوك بسرعة إلى هذا المكان حتى يؤسر الله لك أمرك ثم قام صديقي وأعطاه ظرفين وقال خذ هذه زكاة المال أخذها الرجل وهو لا يدري كم المبلغ الموجود في كل ظرف وقال جزاكم الله خيرا فسألته تعرف العملة السعودية قال نعم فقلت له افتح الظرف وخبئ النقود بمكان آمن حتى لا تضيع فتح الرجل الظرفين وحين تأكد أن المبلغ عشرة آلاف ريال نظر إلينا وقال أكل هذا المال لي قلنا نعم هو لك فسقط الرجل من المفاجأة في حالة إغماء شديد ونزلنا من السيارة وجلسنا حوله نرشه بالماء وهو يصيح هذا المال كله لي وجلس يبكي بكاء يبكي منه الحجر وبعد أن استراح قليلا سألته عن سبب هذا البكاء الشديد أنا عندي بيت في اليمن وعندي قطعة أرض بجانب البيت وهبتها لله وبنينا عليها مسجدا أنا وأولادي من الحجر والطين المسجد اكتمل بناؤه لكن عجزنا عن فرشه وأشياء أخرى يحتاجها وكنت يوما جالسا بعد انتهاء البناء أفكر كيف لي أن أفرش هذا المسجد صراحة كلنا بكينا بكاء عجيبا وتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جلبت له الدنيا بحذافيرها وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بين أسوار الجامعة وقبل أن تتخرج سلمة من كلية الأداب تزوجت عرفيا من صديقها الذي يسبقها في الدراسة بعام والذي لم يكن قادرا مديا على تجهيز شقته وبعد عامين من الزواج فاجأها زوجها بخبر أسعد صدرها وقلبها لأن مشكلتهم قد حلت حيث سيسافر بعد أسبوعين للعمل في الخارج براتب كبير يعود بعدها ليعلن زواجهما احتفل الزوجان معا في أحد الفنادق بهذه المناسبة السعيدة ولتكون هذه الليلة هي ليلة الوداع الجميلة المليئة بالحب والعاطفة سافر الزوج وبعد شهرين وفيما هي تحمل شهادتها الجامعية في يدها كان الجنين يتحرك في أحشائها بينما الزوج تحلق به الطائرة في طريقه إلى إحدى الدول الخليجية تمر الأيام بطيئة والزوج المسافر لم يرسل عنوانه أو دعوة لتسافر إليه كما وعدها لقد اختفى تماما حتى أهله لا يعلمون مكانه الأيام تمر والجنين يكبر وبطنها يتمدد والفضيحة باتت مؤكدة ماذا تفعل سلمة؟ لقد أصبحت في موقف لم تفكر فيه إطلاقا وأصبح الحل الوحيد أمامها حتى لا ينكشف أمرها هو الإجهاد لكن ليس عن طريق الطبيب أو مستشفى حتى لا تسأل عن الزوج أولي الأمر لذلك حاولت إجهاد نفسها من خلال الوصفات الشعبية فأصيبت بنزيف حاد وماتت في بيتها وأمام والديها وإخوتها الذين غابوا عن فكرها لحظة إقدامه على الزواج العرفي لقد أخفت عنهم زواجها وحملها ولكن الآن بعد موتها عرفوا أن ابنتهم قد جلبت لهم العار حتى ولو علموا أنها متزوجة عرفيا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير في كثير من الأحيان يكون العائق المادي سببا في رفض الأهل للشاب الذي تحبه الفتاة لذلك أقنع أسامة زميلته في العمل مروى بأن يتزوج عرفيا قبل أن يضيع شبابهما وأحلى أيام عمرهما في انتظار الفرج وعزز كلامه بأن هناك منزلا كبيرا قد ورثته أسرته ولكن هناك قضية في المحاكم بشأن إثبات حقه في الميراث وأن الحكم مضمون ولكن المسألة مسألة وقت لأن حبال المحاكم طويلة ووعدها بأنه عندما تحسم المسألة سيكون في يده مئات الألوف من الجنيهات وساعتها سيتقدم مرة أخرى وسيشتري لها شقة بإسمها وقد شعرت في عينيه بصدق شديد وحب مريح وتم الزواج العرفي ومر عامان وهما يعيشان كالأزواج إلى أن صدر حكم المحكمة ولم يكن في صالح أسامة لذلك أخبر زوجته بما حدث وقال لها أنها في حل من هذا الزواج لأنه لا يملك إلا قوت يومه فقط ولن يقبله أهلها بأي حال من الأحوال ولأنها فقدت عذريتها فقد وعدها بمساعدتها لإصطح هذا الأمر وتم الانفصال وبعد فترة تقدم لمروى أحد أقارب والدتها للزواج فاتصلت بزوجها السابق حتى يفي بوعده ولكنه تملص منها إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم فاترت إلى مصاحبة صديقة لها كانت قد باحت لها بسرها فذهب إلى أحد الأطباء في غير أوقات العيادة الرسمية وهناك فوجئت بما لم تكن تتخيله من هذا الإنسان الذي لا يمكن أن يكون طبيبا لقد وافق على إجراء العملية ولكن بشرط أن يمارس معها قبل أن يجري هذه العملية وعندما ثارت ثورة عارمة قال لها لماذا تتورين؟ والواضح أنك فعلت ذلك من قبل فما الذي يضيرك من مرة ثانية؟ خرجت مروى تبكي وفوجئت بأن صديقتها قالت لها أنها توقعت ذلك لأنها سمعت أن بعض الأطباء معدوم الضمير يطلبون ذلك قبل إجراء هذه العمليات لأنها عملية تزيف ومن يقبل التزيف يقبل أي شيء آخر أصيبت مروى بكابوس بعد التعرض لهذا الموقف وندمت أشد الندم لاستعجالها بالزواج العرفي ولعدم التحلي بالصبر ولأنها تعلقت بالعريس الجديد ولم تكن على استعداد لأن تخسره جلست معه وأخبرته بزواجها العرفي من قبل والذي دام لعامين فقال لها العريس الجديد بعد أن تمالك أعصابه كل ما أستطيع أن أعيدك به لأننا أقارب هو عدم إفشاء هذا السر للأبد ولكنني لن أكون الزوج الثاني أبدا لأي فتاة إنها مسألة مبدأ عندي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء